موسيقى ومن العيون نتابع دور تكوينيا في مجال تقوية قدرات الأساتذة في اللغة الأجنبية موسيقى ونتابع من مدينة جريميم حفل تقديم وتوقيع إصدار جديد يصبر أغوار الهجرة بطابع روائي موسيقى أهلا بكم بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جيتانا نوسيدا رئيس جمهورية لتوانيا وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن أحر تهنئه لرئيس النصيدا مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب جمهورية لتوانيا بتحقيق المزيد من الإنجازات على درب تقدمي والإزدهار إلى التذكير بالنشاط الملكي خلال هذا الأسبوع الذي نودعه اليوم والذي تميز بإشراف صاحب الجلال الملك محمد السادس بجماعات أيت ملول على تدشين منصة الشباب أرغانا للإنصات والتوجيه وترأس جلالته بجماعات الشكايت بها حفلة إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي الجيل الأخضر 2020-2030 والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات المغرب تقرير لعياد السرتي يوم الأربعاء الماضي أشرف صاحب الجلال الملك محمد السادس بجماعة أيت ملول على تدشين منصة الشباب أرغانا للإنصات والتوجيه معطيا جلالته بذلك دفعة قوية لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة ويجسد هذا المشروع المنجز في إطار محور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لتمكن الشباب من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم وإرادة جلالته في تزويدهم بوسائل متنوعة تمكنهم من تحفيز روح المبادرة والمقاولة لديهم وتضمن لهم إدماجا سوسي اقتصاديا أفضل كما سيمكن شباب جهة السوسماسة من استفادة أفضل من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات والمجتمل على عدد من التدابير الموجهة لاحتواء وتجاوز الصعوبات التي تعرقل ولوج الشباب حامل المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل وبهذه المناسبة أشرف جلالة الملك على تسليم 28 حافلة للنقل المدرسي لرؤساء الجماعات والجمعيات المستفيدة التابعة للجماعات القروية بعملة أقدير إدوتنا وستساهم هذه الحافلات المقتنات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في أوسط التلاميذ بالمناطق القروية المستهدفة والنهوض بالأنشطة الرياضية وبجماعة اشتوكا ايتباهة ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولير حسن يوم الخميس الماضي حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي الجيل الأخضر 2020-2030 والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات المغرب في بداية هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على دينامية التنمية التي عرفها القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير بفضل مخطط المغربي الأخضر مع شهادات لفلاحين مستفيدين من هذا البرنامج إثر ذلك قدم وزير الفلاح والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز خنوش في كلمة بين يدي جلالة الملك الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة الجيل الأخضر والاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات غابات المغرب وبهذه المناسبة أشرف جلالة الملك على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من الأرغان بجماعة إمم قرن وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس الأرغان الفلاحي في إقليم شتوكا أيتبها على مساحة 1250 هكتارا ويشكل هذا البرنامج جزء من برنامج تنمية الأرغان الفلاحي على مساحة 10 ألاف هكتار بجهات سوس ماسا مراكش آسافي وغليميم وادنون كما أشرف صاحب الجلالة على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي إطلاقا من محطة تحليلية مياه البحر لأقدير وينسجم إنجاز هذه المحطة مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي الذي أطلقه صاحب الجلالة في يناير الماضي الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية في شأن التربوي نظمت الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين بجهة العيون الساقي الحمراء دورة تكوينية في مجال تطوير قدرات الأساتذة في مجال تدريس اللغات الأجنبية والمندرجة ضمن المشروع السابع من المشاريع الملتزم بها والمتضمنة في الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين في المتابعة محمد ترزي وعبدالله المحمود تطوير قدرات الأساتذة في مجال تدريس اللغات الأجنبية محاور هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة والأطر الإدارية بقطاع التعليم مبادرة تأتي للرفع من المستويات في اللغات الأجنبية خصوصا اللغة الفرنسية والرفع من جودة التعليم بجهة العيون الساقي الحمراء هذه مبادرة من الأكاديمية الجهة والتربية والتكوين على عيون الساقي الحمراء وتدخل ضمن مشروع سبعة أو مشروع تعزيز التحكم في اللغات والغرض من هذه اللقاءات هو تقاسم الخبرات والتجارب ما بين المفتشين وأساتذة مصاحبين وأساتذة أطر الأكاديمية والهدف من هذه المبادرة من طبع الحال هو الرفع من الأداء المهني للأساتذة وتحسين مستوى خصوصا في اللغة الفرنسية تمت برمجة هذه الدورة التكوينية تقريبا حوالي 42 ساعة لفايدة الأساتذة وأطر الأكاديمية وأشرف عليها أساتذة ومفتشين طربويين تطوير القدرات للمعلم وبذلك تتطور معارف ومدارك المتعلم في مجالة عدة بالتعليم خصوصا ما تعلق منها باللغات الأساس من عقد مثل هذه اللقاءات التي تأتي لرسم تفاصيل لمبادرة تعليمية طموحة قد تأتي بأكلها إن اكتملت الجهود من كافة المعنيين بالتربية والتعليم لتصل الثمار في الأخير إلى محور المنظومة التعليمية المتعلم داخل حجرات الدراسة في شأن الحزبي شكل موضوع تجارب الإصلاح بالمغرب المصار والعوائق محور نقاش عدد من الأساس ذا المشاركين بالمنتدى السياسي الثاني لحزب العدالة والتنمية بجاة الدخل وذي ذهب وخلال هذا المنتدى تم طرح سؤال الإصلاح وانعكاسه على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة تفاصيل رفقات بكر دليمي ومحمد يتاز يأتي هذا اللقاء والتواصلي في إطارية الدينامية التواصلية التي يعرفها حزب العدالة والتنمية على مستواجهة الدخل ودي الذهب في إطارية المتدى السياسية الثاني للحزب الذي اختر له كموضوع تجارب الإصلاح السياسي بالمغرب المصار والعوائق شكل هذا الموضوع منطلق تدخلات الأساتذة خلال هذه الندوة نشاط تعطيري يدخل في إطار البرنامج السنوي للحزب وليستضفت له الكتابة الجهوية ثل من الأساتذة الكبار في إطار التواصل مع المواطنين واخترنا له كموضوع المصار الإصلاحي اللي عرفته الحكومات المتعاقبة إلى الحكومة العالية إلى الحكومة الحالية من ضروري أن نمارس نقدا للمفهوم قبل أن نستعملها حتى لا يستعملنا وأن مفهوم الإصلاح غير دقيق للتوصف ما نرغب فيه كما أن نقيضه الذي هو الإفساد غير دقيق لأنه مفهوم نسبي وقلت بأن تاريخ المغرب في الحديث والمعاصر تميز بأن هناك إرادة إصلاحية في الداخل تضارب المصالح حول ما هو الإصلاح أدى إلى تأخور الإصلاح وبالتالي دخول الاستعمار التقليدي بعد ذلك تحدنا على الاستقلال سؤال والإصلاح بالمغرب شكل محوراً مهماً من مداخلات الأساتذة من خلال التركيز على دوري القوى السياسية بالمغرب في عملية الإصلاح والمكاسب التي تنتج عن ذلك وأجرأت هذه الإصلاحات من خلال الإصلاح الدستوري التي حولت المغرب من صراع حول السلطة إلى شراكة في السلطة جعلت من التجربة المغربية صورة وتأثيراً مقبولاً عند الكثير من المتتبعين السؤال الإصلاح في المغرب والسؤال القديم جديد يطرح العديد من الإشكاليات حول مدى توفق المغرب بعد دستور 2011 في أجراءة الإصلاحات السياسية والدستورية وأيضاً مدى العكاس وأثار هذه الإصلاحات السياسية الكبرى سواء كانت قانونية دستورية وغيرها على سؤال التنمية في المغرب وعلى أيضاً ملامسة الإشكالات الحقيقية اليوم سنناقش كل هذه الإشكالات وما يتعلق بها ونناقش أيضاً الوضع الحالي وإلى أن يتجه المغرب وفي هذه المسارات المتعددة شهد المغرب ما بعد دستور 2011 دينامية من الإصلاحات الدستورية والسياسية لامست الجوانب القانونية والحقوقية والمؤسساتية في إطاري مسلسل الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب منذ سنة 1990 كعرض يرقى إلى تطلعات ومتطلبات المواطنين جعل من تجربة المغرب تجربة متميزة في المنطقة العربية إلى التنطان حيث نظم الاتحاد الوطني للمسعفين المغرب جنوب دورة تكوينية تناولت موضوع إعداد مسعف القرب دورة تأتي بتنسيق مع منذوبية تعاون المنذوبية الوطني ومدرية الجهوية للصحة في المتابعة عفظ محضار عياد سرتي وعفظ رحيم حاجي بمركز التخيم الوطي يلتأم هذا اللفيف من المهتمين والفاعلين الاجتماعيين للاستفادة من حلقات هذا التكوين الأول من نوعه الرامي أساسا إلى تأهيل وتطوير قدرات المستفيدين قصد إعداد مسعف منقد للقرب مسعفون يجري تمكينهم من ضوابط وآلية التعاطي مع أطفال الشوارع والمختلين عقليا بدون مأوى والمشردين كذلك هذه الضورة الأولى من نوعه السعيد الوطني في إعداد المسعف الاجتماعي للقرب لكي استهدف الأشخاص العاملين والراغبين في العمل في مجال أطفال الشوارع المختلين العقليين بدون مأوى المتشردين وسائقي سيارات الإسعاف الاجتماعي هذه الضورة جاءت في إطار الحاجة والخصص لهذه الناس في هذه التكوينات الحمد لله من إشراف مجموعة من أطفال الحمد لله هذه الضورة عرفت مشاركة لإخوان من جميع المناطق الجنوبية وأيضا من المناطق المملكة مختصون ومهتمون بمجال الإسعاف عملوا على تأطير هذه الورشات التدريبية التي اهتمت بتعزيز المهارات الاجتماعية لدى المسعف الاجتماعي وبسط أدوار مسعف القرب مع تقريب هذه الفئة من أساسيات الإسعافات الأولية ورشة أخرى تناولت محور الأمراض النفسية والعقلية ساعدونا وعلمونا وورونا بزاف دي الأشياء ما كنا قنعفوها على المسعف والدور دياله وبحالة نتعامل مع طفل الشارع بصفة عامة والخصائص دياله والحمد لله هاد الدورة هذي علمتنا بحالة نتعامل مع الأبناء ديالنا ساعدنا تشهد الإسعافات الأولية كيفاش نتعامل مع الطفل الشارع وكيفاش نتعامل مع المريض والحمد لله كمشارك في الدورة التكوينية لانضماتنا في طنطان وبحكم الاجتغال دياله في مؤسسة رعاية الاجتماعية دورة صراحة غنية في المحاور ديالها وفي المشاركة للإخوة المؤطرة دورة تكوينية تأمل تقوية قدرات هذا النسيج الاجتماعي في مجال التعامل مع عديد الحالات الاجتماعية عبر زخم من المعطيات والضوابط العلمية الكفيلة بإنجاح مهمة مسعفي القرب في شان ثقافي غربة بلون الرمل إصدار جديد للكاتب الحافظ زابور ابن ودنون المهاجر بالدياري الكندية إصدار يصبر أغوار الهجرة بطبع روائي يحمل بصمة إبداعي الكاتب حفل تقديم وتوقيع هذا الإصدار بمدينة قليميم يرصد أجواءها حافظ محضار عياد سرتي وجمال الغصاصي هي آلام ومتعة الغربة والغربة المضادة أو هكذا يحلو الوصف للكاتب الروائي الوادنوني الحافظ الزابور حول إصداره الجديد غربة بلون الرمل الذي يختزل تجارب قائمة لمن عاش التجربة إصدار يأتي امتدادا لمسار بوح انطلق مع عمل روائي سابق يختار له كاتبنا عنوان بوح كندي أزرق جلسة تقديم هذا الإصدار الجديد فرصة لتسليط الضوء على مكنون وكنهي هذا العمل الروائي الرواية صرتها في مصر وحاولت من خلالها أن أقارب مستوين اثنين المستوى الأول هو مستوى الذاكرة ومستوى الثاني هو مستوى اللحظة الحاضرة ومستوى الذاكرة طبعا محاولة تأريخ الذاكرة سرديا يعني محاولة العودة إلى الأجور واستنبات هذه الجذور آنيا حتى لا تتعرض للمحو وهذه الجذور هي العودة إلى المسقط الرأسي إلى المحلية إلى قليميم باعتبار مولد قليميم باعتبار عشت شبابي وربما حتى كهولتي في قليميم يصف الكاتب خلال هذا العمل رحلة بيير القادم من مقاطعة كيبكا الكندية إلى وادنون وصف بقوالب إبداعي ولمسة الروائي المتمكن يتوقف عند مسارات الجولة التي قادت هذا الأجنبي إلى مختلف معالم هذه الحاضرة الجنوبية والتي خلفت عندهم طباعة غيرت مسار حياة كانت عادية جدا في لحظات من التاريخ والوصف هنا لكاتب الرواية رواية استعيد قصة متخيلة لمواطن كندي اسمه بيير جاء له وادنون في فترة تقريبا غير واضحة في النص لكن من غلال عدة مؤشرات نتوصل إلى أنه في السبعينات وبداية الثمانينات ونسج علاقات ودية مع السكان لذلك من هنا اكتسى العنوان دلالته غربة بنون ريمال وادنون يستعيد نص كثيرا من الأحداث أحداث السبعينات رائحة الأمكنات تفوح من تسريد كثير من الواقع في حي القصبة في مفارش الدلالات إلى غير ذلك لكن بالإضافة إلى هذه الحكاية التي هي الحكاية الأساسة في الرواية تتضايف معها رواية أخرى حكاية إنسان آخر مغربي كان مهندسا في المغرب وهجر مع زوجته إلى كندا وهناك نسج علاقات أيضا مع بيير لكي يدمج النص بين الحكايتين إصدار الروائي إذن يعزز باكورة أعمال الكاتب الحافظ الزابور الذي سبق وأن تقلد عدة مناصب على مستوى قطاع التربية والتكوين بجهة غليميم وادنون قبل شد الرحال إلى الديار الكندية هناك تفتقت مكامن العطاء الأدبي لابن وادنون فكان هذا الزخم من الإبداع الذي يرصع عقد الخزانة الأدبية المغربية رياضيا نظمت عصبة جهة الدخل واد الذهاب لرياضة الكاراتي والأساليب المشتركة بطولة جهوية بمشاركة رياضيين يمثلون مختلف أندية الجهة وفي مختلف الفئات العمرية البطولة الإقصائية التي احتضنتها القاعة المغطات بالدخل شكلت مناسبة للتحضير لعدد من البطولات الوطنية في هذه الرياضة وأيضا فرصة للمتربين للاستعداد للاستحقاقات المقبلة اليوم قدرنا بطولة جهوية التي أول مرة ستكون في الدخل إن شاء الله والتي توج فيها وطلع الأول والثاني والثالث ستكون إن شاء الله نهاية عندهم بقادي وهذا من تشجيع للشباب بشي مرسوها وهذا الرياضة النبيلة وحن الحمد لله العصبة قايمة بدورها بالنسبة للجمعيات بصفة عامة والجمعيات كاملة المنضوية تحتها والجامعة الملكية المغربية الكاتلية المشتركة هم موجودين الآن في القاعة والحمد لله ولأننا وصلنا إلى الفقر الخاصة بجديد الصحف الوطنية صدر المغدين في قراءة لعياد سرتي لنتابع نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصدر يوم غدين الاثنين من يومية لحظات المغربية وكتبت فند البرلمان الأوروبي ادعاءات الجزائر والبوليساريو بخصوص تشكيل آلية مساندة للبوليساريو داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث حرص رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في مرسلة موجهة للبرلمان المغربي ولرئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية وللجان البرلمانية المختلطة الاتحاد الأوروبي المغرب والاتحاد الأوروبي تونس والاتحاد الأوروبي الجزائر على توضيح كل المعطيات المرتبطة بهذه العملية وذكرت لحظات المغربية أن رسالة ساسولي أكدت أن البرلمان الأوروبي حريص بشكل خاص على تفادي أي خلط بين أنشطته الرسمية وأنشطة المجموعة المشتركة أو أي مجموعة غير رسمية للنواب البرلمانيين وأن تشكيل المجموعة المشتركة المزعومة هي انتحال للهوية ويستعمل لأغراض الاحتيال السياسي والدعاية ضد دولة ذات سيادة والتي تعد علاوة على ذلك شريكا لا ما حيد عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي صحيفة رسالة الأمة كتبت بناء على حملة إعلامية قادتها الجزائر تم إنشاء مجموعة مشتركة داخل البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي بسترسبرغ وقد جاء الإعداد لهذا الكيان الوهمي الذي يفتقد لأي وجود قانوني أو مؤسسات داخل البرلمان الأوروبي بخبث في غرفة معزولة بمقر البرلمان الأوروبي بسترسبرغ وذلك أمام حضور متناثر يتألف أساسا من مساعدين برلمانيين ومتدربين وعضوين اثنين في البوليساريو والنائب البرلماني الأوروبي الوحيد خواكيم شوستر وليس أزيد من مئة نائب أوروبي التي تهذي بها وكالة الأنباء الجزائرية سوى محضو احتيال فحتى القليل من النواب الأوروبيين الذين اعتادوا من باب المراعاة التغاضي عن بعض أنشطة الانفصاليين تجنبوا اللقاء مفضلين مواصلة عملهم بدلا من حضور هذه المهزلة مدركين أنه لم يعد ممكن الاستمرار في استشراء وهم البوليساريو الذي يحتضر بعدما لاحقت نكسات بالبوليساريو داخل الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات فبعد الأحكام المتتالية للهيئة القضائية الأوروبية التي أزاحت عن البوليساريو أي تصفة قانونية لتمثيل مصالح ساكنة الصحراء وتجد اتفاقية الفلاحة والصيد البحري التي تشمل تغطيتها الترابية الأقاليم الجنوبية ولسيما تقاطع موقف المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية والمشارئ إليه ضمن الإعلان المشترك الصادر بمناسبة مجلس الشراكة الأخيرة المنعقد بتاريخ السبع والعشرين من شهر يونيو لسنة 2019 لم يعد بإمكان الكيان الوهمي المناورة في أي مؤسسة كانت داخل أوروبا أو خارجها وللتذكير فإن الاتحاد الأوروبي يعبر في هذا الإعلان المشترك عن دعمه للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل واقعي براجماتي مستدام ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء والذي يقوم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الأممي لا سيما القرار رقم 24 68 المؤرخ بتاريخ الثالث أبريل لسنة 2019 صحيفة برلمان كومالالكتروني كتبت لا زالت الضربات الموجعة تتوالى على خصوم الوحدة الترابية بخصوص مغربية الصحراء آخرها إشادة عمداء 18 مدينة إيطاليا في كنافيسة تابعة لجهة بيمونت بشمال غرب إيطاليا بدعمهم لمبادرة منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية جاء ذلك في تصريح مشترك صدر عقب لقاء المؤسسات عقد مؤخرا في مدينة ريفارولو كنافيس وأبرز التصريح المشترك الذي نشر بموقع وزارة الشؤون الخارجية أن جماعة الحضرية الإيطالية أبدت التزامها بمواكبة مسلسل الجهوية المتقدمة الذي يقضي بتبني سياسة جديدة وأكثر دينامية في مجال التدبير الترابي والذي يحتل فيه مقترح منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية مكانة مركزية وعبر ممثل الجماعة الحضرية الإيطالية الثمانية عشر يضيف التصريح عن تقدرهم العالي للتحول الإيجابي الذي يشهده المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والنهوض بأوضاع المرأة والدفاع عن الحوار بين الثقافات من جهة أخرى اعتبرت الجماعة الثمانية عشر أن تواجد على الترابي الإيطالي جالية مغربية تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والمحلي يمثل نموذجا للإندماج والتفاهم صحيفة جودا الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية اعترضت وحدة تابعة للجيش الموريتاني سيارات لمهربين شمال موريتانيا قريبا من الحدود المالية إثر عملية أمنية بدأت بتاريخ الحادي عشر من فبراير الجاري وقال بيان للجيش الموريتاني أنه رصد ثلاث سيارات لمهربين يحاولون عبور التراب الموريتاني شمالا نحو الأراضي المالية حيث تعقبتهم بالمنطقة قبل رصد عنصر استقبال قادم من الأراضي المالية في انتظارهم على الحدود الموريتانية المالية وأشار البيان إلى أن وحدتين عسكريتين تحركت بالتزامن من الشمال والجنوب في اتجاه نقطة اللقاء المفترضة للعنصرين المتسلل والمستقبل حيث تم تنفيذ ضربة جوية ضدهم من لدن سلاح الجو تلاه هجوم بري من طرف الوحدات البرية التي اقتحمت الموقع وأوقفت العناصر المنشبوها وصادرت العتاد الذي كان بحوزتهم بحسب البيان من يومية الأخبار نختم جولتنا الصحفية وكتبت أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية القروية بالكاميرون ومؤسسة المكتب الشريف للفصفات يوم الثالث عشر فبراير الجاري بياوندي مشروع اعداد خارطة خصوبة التربة بالكاميرون والمختبر الجديد لتحليل التربة والأسمدة بياوندي ويأتي ذلك تفعيل الاتفاقية الشراكة الموقعة بين الترافين في نومبر لسنة 2018 والتي تهدف إلى المساهمة في تنمية القطاع الفلاحي بالبلاد من خلال تعزيز القدرات التقنية والعلمية لأطور وزارة الفلاحة الكاميرونية وتقديم الدعم لتحديث تجهيزات مختبر تحليل التربة التابع لمديرية التنظيم ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية بالوزارة وإعداد خارطة خصوبة التربة بالكاميرون انتقل إلى العفو الله تعالى المرحوم علي والحسن والسيد محمد المدني عن عمر يناهز 68 سنة فقيد ينتمي لقبيلة تولاد بسبعة كما انتقل إلى العفو الله تعالى المرحوم أي تحمد محمد عن عمر يناهز 61 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة تولاد يحيا وانتقل إلى العفو الله تعالى المرحوم مباركة من تعبد الله يولع لي تودما عن عمر يناهز 80 سنة الفقيد تنتمي لقبيلة زوافيط أي تمحمد كما انتقل إلى العفو الله تعالى المرحوم قبول العقيد عن عمر يناهز 64 سنة الفقيد تنتمي لقبيلة الفويكات تغمض الله الجميع بوسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعون الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات المنتظرة لـ 24 ساعة قادمة بحول الله حيث من المرتقب انتظر الأسوأ الأجواء مستقرة على العموم مع مرور صحب عليا أحيانا كثيفة فوق معظم جهات المنطقة فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 19 درجة بالرباط 22 درجة بسيدي إفني 30 درجة بيقليمين 28 درجة بأسة 30 درجة بساك 29 درجة بتانطان 31 درجة باسمارة وبقرة 23 درجة بطرف 32 درجة بالعيون 27 درجة ببجدور كما ستصل درجات الحرارة إلى 30 درجة بكلتزامور وأمضريقة 25 درجة بالداخلة 32 درجة بأوسرد 25 درجة بيقليمين و25 درجة بالكويرة حالة البحر بلوجية الأطلسية سيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطرفايا وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الطرفايا والعيون وهائجا بباقي السواحي الأخرى شرق الشمس بحول الله بمدينة العيون سيكون على الساعة الثامنة سباحا و33 دقيقة وغروب على الساعة السابعة مساءا و41 دقيقة درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 37 درجة بنوذيبو 36 درجة بنوكشوت 38 درجة بكيهادي وابا ماكو 34 درجة بإعطار 31 درجة بزويرات 33 درجة بتوداني 32 درجة بالربوني 26 درجة بتندوف وقبل الختام هذا تذكير بالعنوين تابعنا تذكير بالأنشطة الملكية التي ميزت هذا الأسبوع المنصرم وتابعنا من العيون دورات كونيا في مجالي تقوية قدرات الأساتذة في اللغات الأجنبية وتابعنا من قليميم حفل تقديم وترقيص دار جديد يصبر أغوار الهجرة بطابع روائي كان هذا كل ما لدينا لهذه الليلة شكرا لكم أينما كنتم وفي أمان الله اشتركوا في القناة